اشتركوا في القناة وتمكن لب من تجاوز سلسلة حوادث في اليوم السابق أدت إلى إبطائه ومن ثم أحرز ثاني أسرع زمن في المرحلة الثانية التي بلغ طولها 463 كم وخاض بطل العالم للراليات تسع مرات غمار منافسة مثيرة خلال الجزء الأخير من المرحلة مع الفائز برالي دكار أربع عشرة مرة مواطينه الفرنسي ستيفان بيتر هانسل وشهدت النتيجة صعود لوب إلى المركز الثالث في الترتيب العام محققا لفريق البحرين ريد إكستريم 16 مركزا وثمانية عشر دقيقة في اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة